النقطة الثانية حدود الإصلاح للمرأة هل يبقى فيه ضرب ما فيه ضرب أنا ما حتش قالك الكلام ده أنا ذات النفس ذات نفسها تقبل الحصان الأصيل الحصان الأصيل لو جت عطيته أكل ضربته وهنته وعطيته أكل ما يكلوش ده حصان حيوان ما بالك الإنسان أن أنت تضربه وتهينه وبعدين تقول له عمل الأمر لا ومن أحسن قولا دي القعدة ممن دعا إلى الله وعمل صالحا يبقى الأصل الدعوة إلى الله بإسلوب طيب التغيير هل في الفروض بأمر وأمر أهلك بالصلاة واستبر معنى الصبر إيه إنه هيجي انتكاسات معنى الصبر إيه إنه هيجي تكاسل معنى واستبر ديت إنه هيجي غفلة ونعد نعمل ونذكر بالله مرة ونذكر وذكر الزكرة بتنفع إيه الكافرين ولا تنفع المؤمنين يبقى مش المسلم قال عليه مؤمن يعني أنا أنا قعد أذكر في المؤمن اللي فيه صفة الإيمان اللي هي أعلى من صفة الإسلام أيوه إحنا لازم نفهم فقه الدعوة لازم نفهم فقه الإلقاء النصيح لازم نفهم فقه التعامل بين الزجين إزاي مساحات الفروض طب التصحيح والإصلاح هي الفكرة بالضرب والتجبر مش هسمع مش هتسمع وما فيقول لأ وتعالوا بقى زمان يعني بصي خلينا متوفقين يا أستاذ مونا إن الوضع الحالي خلاف زمان زمان كان مطلقي واحد في قلبي البيت الأم النصيحة اللي بتقولها البنت عندها لو عندها شوية مرجعات شرعية أو في الكتاب بتقول كذا وشكرا دلوقتي لا مش البيت الواحدة اللي بيربي ولا الأم الواحدة اللي بتربي ولا الأب الدنيا كلها دخلت ربي وفيه خلاص بقى فيه انفجار معلوماتي غير صحيح وغير صحيح بقى مش بنصنفه دلوقتي لكن أنا في خضم الأمر ده إيه الحدود الأمر بالمعروف إنها هي على المنكر تصحيح السلوك عشان كده وعيضهن العزب تاخد قد إيه من 3-6 شهر عشان أقول فيه تغيير 1% ولو فيه تغيير 1% عشر عشر ممتاز أنا كده نجحت تمام يلا نكمل بعدين ونفضل نعم أيها مش مع الزوجة بس مع الأولاد نفس الكلام ممتاز